أعلن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين أن هناك تذبذبا قليلا منذ عدة أشهر في أعداد إصاباته بفيروس كورونا وذلك في مصر ما بين الانخفاض والارتفاع لافتا إلى أن إصابات كورونا الموجودة حاليا ما بين متوسطة وخفيفة وأوضح تاج الدين أن مصر تتخذ كل استعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من دخول أي حالات جديدة مصابة إليها ليس فقط على مستوى وباء كورونا ولكن بالنسبة لأي أمراض وبائية أخرى كما أنها تتخذون نفس إجراءات المتابعة والمراقبة على المستوى المحلي